بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فخر المخدرات السيدة زينب سلام الله عليها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بأيام الإمام المهدي المنتظر عليه السلام وننادي خلفه في يوم عاشوراء يا لثارات زينب من كبار العلماء آية الله السيد إبراهيم الزنجاني قدست روحه الزكية يقول إذا ما أنت قد عانيت من ماذا أصابك قلق أصابك قلق في مسألة عدم قضاء الحاجة أصابك قلق من عدم الزواج وتأخر الزواج أصابك قلق وهم بسبب الديون وكيف ستنقض هذه الديون أصابك قلق وهم بسبب المرض والعل متى تشفى منها وهل ستشفى منها أصابك قلق وهم وكدر بسبب مشكلة أسرية مشكلة في العمل مشكلة مع عشيرة مع أناس معينين إلى غير ذلك إذا أصابك الهم والقلق والكدر في أي حاجة من الحوائج فيقول هذا الذكر مجرب جداً في قضاء الحاجة وهو أن تقول ثلاثمية وثلاثتعش مرة يا مهدي يا مهدي ثلاثمية وثلاثتعش مرة يعني تدير المسبحة في يدك ثلاث مرات وثلاثتعش مرة يا مهدي يا مهدي يا مهدي فإن الحاجة إن شاء الله فوراً يرفعها صاحب الزمان إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنزل إلا بالقضاء بقضاء حاجتك في مسألة الشفاء من المراض النجاح في الدراسة التوفيق في الدراسة التوفيق في العمال في مسألة الزواج في قضاء الحاجة في كل ما تحب وتريد فثق بالله وتوكل على الله فمن وثق بالله راه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام